اشتركوا في القناة في مختلف المجالات مؤكد أن الطموح هو مواصلة العمل من أجل رفض هذا القطاع الحيوي بكل ما يمكنه من الارتقاء بالخدمات التربوية والتعليمية المقدمة وبما يؤهله لبلوغ أعلى المراتب بظل المسيرة الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد عاهل البلاد المفدى حفظه الله الذي يولي هذا القطاع اهتماما كبيرا وأبلغ سموه مجلس أو مناء مدرسة الإيمان بنقل تهانيه إلى عضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة وأولياء أمورهم وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود تكللت بفوز المدرسة بالجائزة التي كانت فوزا لكافة البحرين وأبنائها منويها في هذا الصدد بالأهمية التي يجب أن تتبوأها مكانة القراءة عند الأبناء وأهمية غرس حب مهارة القراءة عند الأبناء الطلبة من قبل المدارس وأولياء الأمور معربا عن أمله في مواصلة المدرسة هذا المستوى المتميز ومتمنيا لها التوفيق في تحقيق مزيد من الإنجازات